لا يحل شهر رمضان على مهجري جرف الصخر في مخيم بزيبز مثل غيرهم من السكان فالمعاناة أكبر وأقسى عليهم تمر السنة العاشرة على مهجري جرف الصخر وهم في العراء منذ تهجيرهم من مناطقهم وقراهم فقد بلغ بهم الأذى والألم مبلغه دون استجابة تذكر من السلطات في بغداد ومن دون توفير أدنى مقومات العيش لا يعلم مهجر مخيم بزيبز كيف سيمر عليهم شهر الصوم صار إنها عاشر سنوات يعني رمضان عاشر سنة عيلي خيامنا غرجت هلكت العالم قالت تبزع من أدنى العالم يعني قال ما يردوني وين نروح وين نتجي حتى رمضان أكثر المخيمات سنة رمضان ما الصومة يعني ما أتيهم فطر وسمون هنا بالسعرات جاعدين غربين الرمل والسموم لا مبرد عندنا لا ثلاجة عندنا لا مجمدة عندنا لا دواشق عندنا لا بطانات عندنا وتروي إحدى المهجرات التي فقدت زوجها واثنين من أولادها بعد تغييبهم قسرياً معاناتها اليومية في المخيم نحن اليوم علينا رمضان ونحن صيام والله ما عندنا لا حولة ولا غوى جاعدين بخيم والخيم تعرفون هذه المطرة اللي مطرها علينا ما ضرع عندنا لا ملابس ولا غطيان ولا كائل لكون وحالتنا تعبانة ولا الحكومة ما صدت علينا خلاص ومع كل أشكال المعاناة هذه تفتك الأمراض بقاطني المخيم لا سيما النساء والأطفال هذا الرمضان العاشر علينا وحالات مرضية سكر ضغط أمراض خبيثة مرض السرطان صار عندنا أكثر من خمس حالات وفيهم وأكثر شيء صار بالنساء لم تعد مطالب مهجري مخيم بزيبز مقتصرة على توفير حقوقهم الأساسية من طعام ودواء ومأوى فهم مستمرون بمطالبة الحكومة بحقهم الأصيل في إعادتهم إلى مناطقهم